السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحلقة دياله 14 في شهر 10 ما شاء الله شحى ديال المواضيع عدنا اليوم ستكلموا على بزاف المعلومات وبزاف المواضيع اللي هي مفيدة كذلك ستكلموا على القصة الغريبة ديال الكاربينياري اللي كيسرقوا 11 مليون من واحد المواطن المغربي من المنزل دياله هاد الخبر يا إخوان طرقوا لي الصباح في الراديو ولكن مذكروش الجنسية ديال الشخص اللي بشولي الفلوس قالوا عرب لوحة الكاربينيارا راهم تشدوا وهذه الشرقة هادره رسمية ما كنتم هادرهش على هادره ديال المقاهي ولا شي شخص عود كلام ولا شي حاجة حكاية كالدور هاد الشرقة هادره رسمية إخوان وبالجرائد ومذكورتش في الكورياري ديال السيرة كذلك هنتكلموا على جديد ديال بونوس ديال الكمبيوتر بزاف الناس كذلك ما عمرنا مستفدنا من شي بونوس ايوه هالفرصاجات يا إخوان إلا ما عادكمش كونسيوني فرصة إلا بغيتوا تاخدوا واحد طابلية والوحد الكمبيوتر هذه الفرصة فآخر الشرح اللي كنتدرت لكم من هذا البونوس ديال الكمبيوتر عطيتكم بعض الأسماء ديال الشركات اللي غادر هادر هادر البونوس والحمد لله هادر كان عرش شهاد مني وفعلا واحد الشركة والحمد لله الشركة من هادوك الشركات اللي اذكرت لكم راح فتحت موقع ديال هادر البونوس يا إخوان كنتكلموا على وينتري وغادين بشو نشوفوا الموقع ونقول لكم أشنو خاصكم تديرو روما تستفضوا كذلك توقيف تجارب الجلبة الأمريكية هادر موضوع مهم بزاف يا إخوان جلبة الأمريكية ودوا أمريكي بجوش ممكن توقفوا علاشو السبب غنشوفوا في هذه الحلقة وغنشوفوا كذلك أشنو قال وزير السحر الألماني تكلم على الجلبة الأوروبية اليوم كذلك يا إخوان غنطرقوا الموضوع ديال القرعة ديال سكونترينو راه رسميا اليوم أخرج واحد الجديد اللي رسمي غنشوفوا كذلك تاريخ انطلاق ديال هاد القرعة وواحد الأخ البارح ترحل لي كتر من عشرين سؤال كيفاش ناخد الكوديشي باش نشارك غادين نقول لكم كيفاش قدروا تاخدوا الكوديشي وغنشارحوا بزافة الأمور في هاد القرعة لذلك يا إخوان عدنا بزافة أخبار أخرى غمشوا نشوفوها وقبل ما نبدأ كل ما غنشكر الناس اللي كتفاعل باللايك وبالتعاليق والناس اللي ما مشتركش في القناة اشتركوا يا إخوان باش فقط توصلوا بكل جديد إن شاء الله أول خبر سريعي يا إخوان اللي غنترقوا لي اليوم هو البونوس تشانتو ديالشي بيرتشانتو مئة وعشر في المئة هذا اللي كاندو عليه كونتو وقالب الله غد تصلح الدار ديالك فابور فعلا يا إخوان هذا الشي اللي يوقع في واحد الكوندومينيو اللي كان في فيا باراكا ديال براتو هنا المدينة اللي كنسكن فيها بلاتسو أو عمارة فيها تسعة تاشر داري إخوان تسافد من هاد البونوس كيسالح الباراتسو ديالهم الإصلاحات قامت عليهم بتسعمية مليون يا إخوان تسعمية مليون تقريبا المليار ومخسروش حتى أورو من الجيب ديالهم وخب زفت الناس كيقولوا أنا راه صعيب وفعلا صعيب ورا مساهلش وذلك شي ولكن مزف ديال كوندومين يا إخوان بداوا يدروا الإجشماعات باش يحاولوا يبدأوا العمليات ديال البونوس بلاتسو ديالك إستويا أسنين يحاوليهم مع دايش Barbara بلاتسو다� του عشر Gods لذلك يا أخوان ، هاد البونوس رائعы الخبر السريع الثاني هو psychological cycle فى الناس والجلبات الأمريكية وهو أنه في روسيا البارح يتجرji رقم القياسي جديد فى عدد الوفايات يتجرى 244 حالة وفاة في اخر 24 ساعة النهار اللي قبل كانوا مية وخمسة وعشرين حالة وفاة في التوطال في روسيا كانوا ٢٢٩٣ يعني كنت تكلموا على تقريبا ٢٣٠ ألف حالة وفاة وزيادة على هذا البارح سجله ورقم قياسي جديد فالعدد ديال العدوى يا إخوان العدد ديال الحالة اللي تسجله كنت تكلموا على تقريبا ١٤ ألف حالة كنعود نذكركم يا إخوان بالله هذي شي شهرين أولا شهر ونص هذي بوتين خرجوا بدك يقولين ملقينا الجلبة اللولة أمر بعد سيمان خرجوا قال لي ملقينا الجلبة الثانية فهذيك الوقاية قلت لكم أنا هذيك الجلبة ديال روسيا رماتيقش يوم وبالله هذي راعر بروباقاندا روسيا والسياسة الروسية والكون أنه الجلبة اللولة سموها السمية ديال واحد القمر استناعي طلع القمر في استينات هذك يعني أنه راعر سياسة وبروباقاندا لذلك كنت عندهم الجلبة يا إخوان ديجاف شهر تسعود كنت أعطاهوا للناس ما غتموتش لي مئتين واربع واربعين في نهار واحد يا إخوان هات الشي باش بنادم ما نبقوش نطيقو الصحفة العربية الصحفة العربية عكي تجري من وراء الخبر ما كتشرحش الناس مزيانة إخوان شفنا الصفحات ديال هاسبريسو وشوف تيفيو والعديد من المواقع المغربية أنها كتقول روسيا القتل اللقاح لكن ما كانش بالصح وفي هذيك الوقاية كتكبرها مش بالصح خبر آخر اللي عنده العلاقة بالجلباتي إخوان هو أنه جونسون عن جونسون اللي هي شركة دياله أدوية مش هورة بزف العالم في أمريكا كتتحبس التجارب على الجلبة دياله طرالت الموشكل الآترى أستراد زانيكا استراد زانيكا القتل في شهرة سعودي ايخوان كان تحبست جلبة ديالها على شي يحد السيدة عن واحد مشاكل في السلسل dir mesuire لذلك كانوا حبسوا التجارب نفس الشي على شكل الآترى على الشخص مشحدقة السيدة والنوع المرض يتعرض له ولكن حبسوا التجارب العلاج حيث ربما تقدر الجلبة ديال جونسون ان جونسون هي اللي قدرت لي هاد المرض بطبيعة حاليا اخوان خذكم تعرفوا بلا ان هاد الجلبة حاليا كتتجرب على تقريبا ستين الف شخص وهاد الستين الف شخص نصف فيهم خاد جلبة حقيقية يعني الجلبة اللي غادي تفشي التبع في السوق ونصف فيهم خاد واحد بلا شايبو يعني ما خاد لد ولا جلبة لتشي حاجة عير وهموه بلا لها خاد الجلبة وهاد الشراء كيسترى في كل عملية التجارب حتى استرات زاني كلا هاكا تشي شخص ما عارف الجلبة اللي تزرعت لي هو الجلبة بالصحنيت ولا شي سائل ما عنده تشي منفعا يا اخوان علاش باش بنادم ما تأثرش نفسيا حيث بعد الناس تقدر تأثر عير نفسيا كونها انها مجربة الجلبة تبدأت توهم لي بلا راها مريضة لذلك هما ما كيتواحد ما كيعرفوا حتى الطبيب اللي كيدر لك الجلبة ما كيعرفش راسو واش دير لك جلبة حقيقية ولا جلبة بلا شايبو لذلك الحد السعب غوي عارفوا هاد السيدة او هاد السيد واش دير جلبة حقيقية ولا بلا شايبو ولا كان دير الجلبة حقيقية يشوفوا واش عنده علاقة بالمرض ولا الله حكي في ما قلنا يا اخوان ترامب الحملة الانتخابي دياله كل هكي يقول لهم غادي تاخدوا الجلبة قبل الانتخابات الانتخابات كانت نهار ثلاثة في شهر حضاش يعني مقال اقل من شهر والجلبة بطبيعية الحال هذه ديال جونسون اد جونسون كان معول عليها بزاف ولكن ما غاديش يتحقق الحلم دياله ومستبعد جدا انها تكون الجلبة في هذا التاريخ لكن الوزير ديال الصحة تدي اسكو الالماني قال بالله انه خصنا نكونوا واقعيين رياليستيشي قليم إذا شفنا الحالة ديال الأشياء دابة حاليا ديال الجلبات ودكشي في العالم ربما غا يقدر تكون عندنا أول حصص ديال الجلبة ابتداء الملتري ميستري يعني الثلاثة أشهر الأولى ديال العام الجيد يعني كنت تكلمو على حاليا مستبعدة احتى ذلك الهدر اللي كنت تكلمو على انه في شهر 12 قبل شهر 12 تهيئة في الشكل 50% 50% حاليا كنت تكلمو على الوزير الصحة للبلجيكي للألمانيتي يقولوا في الأشهر الأولى ديال 2021 فيما يخص البونوس ديال بيتشي البونوس ديال 500 أورو ديال طابلت وديال الانترنت يا إخوان الويند تري كتخصص واحد الصفحة لهذا البونوس وخي يعني البونوس باقي ما نطلقش رسميا وباقي ما عندش الناس لأحقية أنه تطلبه وباقي يحتل أواخه ديال هاد الشهر إن شاء الله عادش غدا تبدأ عملية انطلاق ديال الطلب ديال هاد البونوس لكن شركة ويند تري وفي عملية استباقية وهذا رأى ماركتينج يا إخوان وهذا الشي رأى مش اشهر ولكن رأى أول وحدة قدرت طالب يعليك تشيل الصفحة ديال هالي كتكلم باسطة كتبعين بانوصي انترنت ويند في جوجل وغي يطلع عليكم هاد الصفحة يا إخوان إلا بغيت يعني تتصلوا بكم تكون عندكم معلومات ولكن الأسماء وكنيعطiyとか المعلومات سيكون تقيتها في هذا الموقع تتأكد لأن لزي تحت 20 كلفca أورو كتنم ويند البروفينشال اذا كان لديكم الفيسسو في الوين الذين تأكيدوها هنا يمكن تكتمبر النمرة التي سيجعلك لكتектبة ف corpse النمرة opportable كاملة طلب من التعرد الملاحة وكتنم وانتعي لصفحة السميaktية باستطيع 않은وصي كلب واوهات والنمرة التي س culminت بها وحتفظ توقع تحفظ طويل كتابعة بطبيعة اخوان على حساب مكاتبة وهذا الشراء مهم جدا على الاقل ويند قدر نوحة شوية للتوضيح هذا المونسي اخوان تقدر تستفيد منه الى درتي كونترة جديدة مع الويند 3 بالفيبرا يعني هذيك ديال مياه ولا ديال مئتين ميجا او انك تدوز من لدي السالة ديال ويند 3 اللي في عشرين ميجا بايتس دوز المياه ولا مئتين المهم الى ما فهمتوش دكشي بزيال في هاد الحالة وهاد الارقام تلفوكم شوية حيث ما عارفنش الكنيسيون اللي عندكم تجدو من هذا الشيء عارفنش الموضول وصفتنين وغيرتسلبوك وهم يقول لك الانترنت ديالك وانتقدر تستفيد من البونس بطبيعة الحالي اخوان ره مئتين اورو ستستفيد منها من الانترنت وقبل ما تستفيد منها الانترنت حسب واحد شوية الحساب علش حيث الكنيسيون اللي غيرونك تقريبا ستكون ديرها خمسة وعشرين او رو الشهر يعني في كل شهرين ستخسر خمسة او رو يعني باش تسليدك مئتين او رو اللي غيرونك ستكفيك المدة سوى 8 شهر لذلك انت ستسليدك 8 شهر تقريبا على حسب الكنيسيوني حالتها إذا كانت خمسة وعشرين او رو ستسليدك 8 شهر من بعد الشهر الثامن يعني التاسع على عشر وذلك ستخلص نتائق لذلك حضير ريوس كومل كولترا البال حقرية وحد تعريق ديال واحد السيد قال لك بلأنا هو حبس الكنيسيوني وحيث اخذ الموضي مع واحد شركة سيفطل المولطا لا يا اخي هذه مشي مولطا انتا مني كتتاخذ واحد الموضي من عشي شركة هذا الموضي معده 8 وانا كان في السوق دير مئة اورا هم يبيعون لك 150 في حالة ما انك خرجت انتايا من بعد واحد شهر وشهرين ديال كونيسيوني خرجت من الكنيسيوني معدهم خاصك تخلص ليهم 8 ديال هذا الموضي هم كيعطيوه لك فابور اه ولكن فابور وكتخلص في الراطة الانتايا بقيت معا من مدة عامين هي اللي كتخلص فيها ذلك الموضي وفي حالة بعد الوفيرتات مثلا الفتيم كتخلص فيه 4 سنين وتكتخلص فيه يعني على حساب الموضي ليس حال 8 دياله وعلي حساب الكنترا اللي انتا فيها الاخرش تقبل الكنترا خرجتك تخلص لي من الموضي هذا راه بيني اخوان ماشي مولطا هذيك هذك راه 8 ديال الكيرة التحبسي ما بقيت معا يعني في عوض ما تبقى كاريه ستخلص لي من 8 دياله مرة واحدة لذلك اخوان احتاطوا من هذه العمليات وكتبقى عندكم 300 اورو يعني قدروا تسافدوا منها بطابلات او بكمبيوتر من نفس الشركة اسم الوين تري حاجة المهمة في الطابلات او بكمبيوتر هو انه انكموضات ووزو يعني انك تسافد منه ومني تسالي الفترة ديال الاعارة يعني يعير اعارة ذلك البيسي ولك الكمبيوتر ومني تسالي فترة الاعارة يجب ان ترجعه بطبيعة هذا الشيء كان مكتوب في ذلك القانون لحد الساعة ما كان حتى اخبار جيدة في هذه النقطة الى كان شيء جديد ولكن الي سبعد ذلك الى كان يجب Bilge ان شاء الله. هاد القيسة هي اخوان راه قريبة من الخيال تقريبا من بعد البوليس اللي تشدوا في بياشا ينسا وسبابهم اللي تشدوا العقل ترى ذاك البوليس اللي كانوا كدروا الصهارات وكانوا يعني لاباس عليهم وكيتصوروا بالداب وبالفلوس ودك شي وتشدوا كلهم في الحبس وسبابهم مغربي اللي بلغ عليهم. حتى هاد البوليس اللي تشدوا ولكن تشدوا عير حبس ضاري اخوان يعني بدون مشيلياري. حتى السباب ديانهم رأى هم شخص مغربي. يعني المغاربة خرجوا للبوليس في عوضو هذه السنة. كنت تكلموا يا اخوان على انه جوش الكارابينياري في ميلانو هم بحسوبهم على رو رايي اللي كان في اكسبو ميلانو. فيها جوش البوليس اللي بشاون واحد المنزل ديان واحد المغربي. هاد المغربي بطبعية الحال وللأسف يعني بزناز. شدوا عنده مئتين وخمسين كيلو ديان حشيشي اخوان. مشون المنزل ديانه. قلبوا المنزل ديانه. لقوا عنده حداشر مليون محتوطة. هزوا ديك حداشر مليون غبروها. ولكن في الربورت اللي كتبو كتب به العامل يا اخوان. رأي البوليس ديانه منايق. رأي عير ما كي حصلوش. رأي جاري به العامل كيبشي وشدو حشيش على هذا ويبيعو للناس خراين. كيشدو من فلوس ولا ذهب من عدو حتى تصارق ولا شي حاجة. وما كيبلغوش عليها وكيبشي بيعوها وكي تغنو بها. يعني هاد شي جاري به العامل يا اخوان. ولكن مرة مرة كيحصل شي واحد. حصلوا هادو كديل بياشرينسا. وحصلوا هادو ديان روه. طبيع هذا المغربي راهم فما يرقمو يا اخوان شدوه خدوه من عدو 150 كيلو ديان الحشيش. كيف مكتلكم بشاو سيفتو البوليس هجوج البوليس للمنزل ديانه. نلقوا عنده 11 مليون من بعد. المراء ديال هادو المغربي مني كان في السيجن. كتعيط لهم كتقول لهم راهف. 11 مليون في الدار دياني كانت وما أبقيتش القيزة. قالوا لي بلا ركا غالطة. من بعد. وحتى الكوريان يكسب كون دولار ريستاتو كسا كومي. كونون تشيلو لاري. دل كارتش ري تيفون على موليا. قالوا لك ما عارفوش حتى كيفاش يعني من الحبس يعني من الحبس يعني ما عارفوش كيفاش. المهم فهذاك التعيطة اللي عايت كيت تسمع بلا أنه حيث توتو مرجيسر يا إخوان وكل شيء مقيد. قالوا شفت هذوك شفارة وفرجيستراتين أخرى. قالوا شفت بلا راههم 11 مليون. لذلك يا إخوان من تمك يبدأ التحقيق. من بعد هما خافوا بلا أنه البوليس والبروكوري يعني المدعي العامي عقب يوم ولا يفتحشي تحقيق. دخلوا للسيستامة انفرماتية. يعني هما هذو التهمم اللي يمتهم بيوم راههم كتار من بينهم أنهم دخلوا للسيستامة انفرماتيكو ديال الدولة. ومحاوه واحد الجمل اللي تقدر تدينهم واللي بسببهم تقدر المحكمة تعيق بهم. دخلوا للسيستامة اللي يتسجل في المكالمات. وبشوهم محاوه واحد جوج الجمل. لكن كانوا واحد لوجو واحد السيستامة في هذا الشيء ديال تجعل كل شيء مسجل. لذلك يا إخوان هم ما بش يرجعون لك 14 مليون. دار واحد طالب خور المحكمة باش القادي يعطيهم واحد الامر باش انهم يمشوا في تشوديك الدار من جديد. وفي الرابورته كتب لأنهم طلقوا مع ذلك المرة تحت الباب الدار. وهي طلبت منهم أنهم يطلعوا ويعاونوها في البحث عن ذلك 11 مليون. وغوردا كازو يعني حتى هنا يكسب هالكورياري ديال السيارة يعني. ومن عند الله يعني كيلقوا ذلك 11 مليون. يعني ذلك المرة قلبت عنهم الدار كاملة قلبت تحت النموسية تحت السدادر مقلات فين قلبت. كي طلعوا وما يقلبوا معه وكيلقاهم. لذلك يا إخوان هاتشي اللي كتبوه هم في الرابوراتشرة كل شيء الحساب الرسمي. لذلك هم مدبرهم في حبس الدار وكثما كت تشوفوا معي المغاربة هذا العام الكربين يررها زماكين الله يحسن العوان وصاف. فيما يخص القرعة ديال السكنترينو يا إخوان الخبر اللي مهم بزاف اللي هو كان وقف عليه كل شيء إخوان هو أنه كنا قلنا في الأول بالله المؤسسة والله هيئة اللي كتحافظ على الخصوصيات ديال المواطن الإيطالي كان خاصة تعطيه القرار دياله ورأي ديال لفض القانون واش تقبل به ولله أخيراً كتخرج القرار وكتقول أوكي يعني مزيان هذا القانون هي قابلة عليه وغا يبدأ إن شاء الله إبتداءاً من النهار الرابعة في شهر واحد ديال 2021 من النهار الرابعة في شهر واحد غا يبدأ وبعد نيغوطسيوات والشركات والسوبرمارشيات يعطيك السكنترينو اللي كيخول لك أنك تربح ولكن ما عندها احتاج معانا أنك تبدأ تجمع السكنترينو والدابة باش تربح وباش تشارك أشنو خاصة تدير اللي خاصة تدير هو هاد العملية السهلة جدا خاصة تدخل الموقع ديال لوترية ديالي سكنتريني بونتو غوف بونتو ويت وكتبشل هاد الفلاثة يا إخوان لحد الساعة هنا في الموقع كيقولنا ستكون إن شاء الله ستكليكي على بارتاشي باورا ستدخل الكود في سكالي ديالك ستكليكي أوكي وغي خرج الكود بحال هذا ستصوره بالتليفون أو غلي تدير لي سكرينشوت في التليفون يعني دخل حساب من الكوميتر لو دخل بالتليفون وتصوره وخلي عندك لو قايتها تتقدم مثلا تتقدس في السوبرمارشيدي للأكل ستتخلص ستجبدليهم قبل ما تجبدليهم الفلوس وذلك الشيء كتعطيها تدوز لك هاد الكود هذا ومن بعد خلص تخلص كل ما خلصت بزاف كل ما كيعتوك البيئي ويتكسر يعني خلصت خمسين أورو غادي ستعتك خمسين بيئي ستشارك في القرعة خلصت عشرين أورو غادي ستعتك حق في بيئي من بعد التواريخ اللي غادي تكون غادي تكون أسبوعية شهرية وسنوية لأسبوعية غا تكون كل خمسة يا إخوان وفيما يخص الشهري غا تكون بالتواريخ تالي 11 شهر جوش 11 شهر 3 8 شهر 4 وإلى آخره كذلك الجوائز اللي غا تكون غا تكون جوائز عادية وجوائز درمان يقيمح الناس التي تخلص بالفلوس والناس التي تخلص بلاكارت ولكن لا يقيمح الناس المحلات سي ن power押角 و Franبيل الذي يشارك colonN ypre. topics كل سوات لا يستمر في هذه النقطة فذلك يريد أن يزعمون النقطة يهدون أن يأخذون الناس لنضافة بلاكارت القرعة العادية ستكون فيها سبعة الجوائز الأسبوعية خمسة ألف أورو ثلاثة الجوائز شهرية 30 ألف أورو جائزة سنوية مليون أورو فيما يخص الجائزة 0.5 جائزة 25 ألف أورو كل سماء والناس المحلات عندهم خمستاشر جائزة ديل خمسالاف اوورو يعني النيقوت سواس والسوبر مارشيات فيما يخص الجوائز الشهرية كينا عشرة الجوائز شهرية ديل مئة الف اوورو يعني مئة مليون فيما يخص نيقوت سواس والسوبر مارشيات عندهم عشرة الجوائز ديل عشرين الف اوورو وكينا كذلك جائزة سنوية وحدة فيها خمسات المليار وفيها جائزة كذلك ديل مليار لصحاب نيقوت سواس وصحاب المحلات بهذا يا اخوان كنكونوا قلنا قاعد ديطاي على هاد البونوس ديل التسكنترينوات وباقي ما غي بداش دابا وما كين عند حتى شي معانا انكم تبدأوا تجمعوا في سكنترينوات من دابا رأس سكنترينوات غي تحسبو غي تصف القرهة عير هادو كل مقبول في يوم الكوديشي عير هادو كل كنت سعطيه من الكوديشي قبل انت دابايا ما عندكش هاد الكوديشي باش سعطيه باش سافد دابا يا إخوان فيما يخص الحالة الوبائية في إيطاليا يا إخوان فهي كتطلع بزاف اليوم يا إخوان كنت تكلموا على 7332 حالة في آخر 25 ساعة مع العلم أنه الإيطالي اليوم كدير وكتسجر وحد الرقم قياسي جديد في العدد ديل التحاليل اللي كدير أرغب نرى رقم الرقم الإجمالي للناس اللي تصابت في إيطاليا يرتفع بزاف وكوى اللي 370,796 العدد للوفيات من بعد ما البرح كانوا 41 اليوم ما43 وهذا الرقم رغادي و يطلع يا إخوان والعدد الإجمالي راكي فوق 37000 فيما يخص العدد للناس اللي تشافوا اليوم راكننا نلاحظوا حد الارتفاعه وكنت أكلمه على ألفين وسبعة وثلاثين شخص العدد الإجماليكي واللي ميتين وربعة وربعين آلف وفيما يخص للناس اللي حاليا كنت تاخد العلاج راها تنين وتسعين آلف وربعمية وخمسة وربعين أي بزيادة دي الخمسة الاف وميتين وثنين وخمسين مقارنة بالأمس العدد ديال التحليل كما تشوفوا معايا راها رقم قياسي جديد كنت تكلمه على مية وثنين وخمسين آلف تحليلها في آخر بعمشرين ساعة تبارك الله يعني عدد كبير ديال التحليل مقارنة بالأمس اللي كانوا مية واثنشر آلف وصراحة الإيطالي را دير الجهد ديالها آآ لا يكمل والله يدير شي تاولية الخير إخوان آآ فيما يخص بالحالات اللي في المستشفى والحالات اللي في الإنعاش كنلاحظوا بلا أنه العدد ديالة الناس اللي زادت في المستشفى يترى هم ثلتمية وربعة وثنين شخص العدد الإجمالي كولي خمسة الاف وربعمية وسبعين هاد شي بإيطاليا كاملة الحاجة اللي كنلاحظوا أنه في السبطارات فناب وربدوك يا عمرو يا إخوان وهذا الشراء هو اللي خيب إلى الناس كانوا في السبطارات وسبطارات يعني معامرنش للأطيب بأك يلقوا وقت أنه مشافيون الناس فراحتهم ويعطيوه وقت كل واحد مريض أما لبدأ يكسر عليهم الضغط بزافكين موقع في شهر 3 أو شهر 4 رمغ يبقوش لقي الوقت اللي يعطيوه الناس نمرات لذلك يا إخوان الناس اللي في الإنعاش البارح تزادوا برقم كبير بزاف البارح كان كثير من 60 شخص اللي تزادت في الإنعاش اللي يمكن تزادوا 25 شخص في الإنعاش والعدد ديلة الناس اللي في الإنعاش حاليا في إيطاليا لهم 539 هذو هم الأرقام المهمة حاليا بكل صراحة ونتمنى وهم يطلعوش بزاف توزيع الحالات حسب الجهات لومبردية بوحدها في 1844 توزيع على حسب البروفينشا شكنا تكلموا على ميلانو بوحدها فيها 132 هذه البروفينشا المدينة بوحدة الكومونية في الميلانو فيها 504 بيرغمو 40 برشة 81 كومو 67 كريمون 30 ليكو 29 لودي 23 مانطو 4 42 مانطا بريانسة 150 باوية 101 صندر 14 وفاريزي 110 إيمينيا رومانيا 339 بيومنتي 419 فينوتو 657 لماركي 167 ليغوريا 362 كامبانيا 818 ورقم كبير بزاف كامبانيا توسكانا 575 سيشيلي 366 لاتسيو 543 فريولي فينيتسة جوليا 180 لابروتو 126 بوليا 315 وومبريا 141 بولتسانو 124 كلابريا 60 سردينيا 122 فالي داوسة 37 ترينتو 29 موليزي 18 فيما يخص الحالة الوبائية في المغرب صراحة مرتفعة وربما خارج السيطرة كنت تكلموا على عدد الكبير ديت الناس اللي قلقوا يوميون والعدد الكبير ديت الناس اللي كانت توفى لنا يا إخوان الله يرحمهم والله يصبر العائلة ديالهم كنت تكلموا على في آخر 24 ساعة الناس اللي يلقوهم مصابرة كنت تكلموا على 1387 العدد الإجمالي كانت فوق 160 ألف فيما يخص العدد الحالات المستبعى ذراهم 21 ألف والناس اللي تشوفوا لنا في آخر 24 ساعة كنت تكلموا على 2497 يعني تقريبا 2500 شخص العدد الإجمالي ديت الناس اللي تشوفوا راه كتر من 133 ألف الناس اللي يتوفوا في آخر 24 ساعة الله يرحمهم كنت تكلموا على 41 شخص والعدد الإجمالي كانت فوق 2700 حالة وفات فيما يخص الناس اللي تأخذ العلاج ديالها في المغرب حاليا راههم 23 ألف و 648 توزيع الحالات حسب الجهات دار بدا ستات 1784 شرق 329 رباط سلاق نيطرة 319 طان جاتي طوال حسنة 185 مراكش اس في 175 سوس ماسة 172 بن ليم الله الخنيفرة 137 وفيما يلي باقي الجهات بهذا يا إخوانكم كنوا صنع الآخر الحلقة سهلا فريوسكم وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله موسيقى موسيقى موسيقى